عندما تقوم بطقطقة أصابعك فإن حركة المفاصل تشكل ما يشبه الفقاعات الصغيرة فقاعات صغيرة جداً ميكروية هذه الفقاعات تنفجر مولدة صوت الطقطقة الذي نسمعه ولكن في الداخل تحدث انفجارات يعني لو نظرنا بالمجهر الإلكتروني ماذا يحدث أثناء طقطقة الأصابع تجد أن الذي يحدث هو انفجارات فقاعات تنفجر بشدة حتى يتبين لهم أنه الحق النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم اسم الرحيم في القرآن دائماً هو صفة لله تبارك وتعالى وهو من أسماء الله الحسنى إلا في موضع واحد وصف به شخصاً واحداً فقط لم يوصف به أي مخلوق على الإطلاق إلا رجل واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم أيها الأحبة أراد لنا الخير في كل شيء كان حريصاً لدرجة أنه يعني لا يمكن أن يسمح بأدنى ضرر يمكن أن يصيب المؤمن أو يصيب المؤمن من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين حتى الأشياء الدقيقة جداً مثل تقطقط الأصابع أو فرقعة الأصابع هذه تبين أن لها آثار سلبية أحياناً على المفاصل والعظم والدراسة التي سنتناولها قامت بها جامعة ستانفورد مؤخراً وأثبتت احتمال وجود أضرار ليس كل الناس يتضرر ولكن الإنسان الذي يكثر من طقطقط الأصابع عبر عشرات السنين تتشكل في بين هذه المفاصل فجوات في العظام يمكن أن تؤدي فيما بعد لمشاكل في هذه المفاصل ومشاكل في العظام بشكل عام حتى هذا الأمر الدقيق يعني تصور والله أيها الأحبة الإنسان يعجب حتى هذا الأمر الدقيق جداً ورد فيه نهي نبوي من خلال الحديث الذي سأقرأه عليكم أيها الأحبة عن شعبة مولى بن عباس رضي الله عنه قال صليت إلى جنبي بن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة هذا الحديث سنده حسن ابن عباس أيها الأحبة وكل الصحابة لا يمكن أن يعطوا أمراً أو نهياً إلا إذا كان لديهم معلومات من النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابي لا يتصرف من تلقاء نفسه لا يجتهد في أمور لم يرد فيها نص لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا التوجيه للصحابة وابن عباس نقله لنا عن النهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة طبعاً لماذا النبي لم يحذر من هذا الأمر هذا السؤال أنا فكرت فيه طويلاً لماذا لم يحرم هذا الأمر لأن هذا الأمر أيها الأحبة هو أمر له ضرر ولكن هذا الضرر غير مؤكد فأعطانا توجيهاً سيدنا ابن عباس أعطانا توجيهاً على الأقل أثناء الصلاة امتنع أثناء العبادات الخشوع وأنت تقف بين يدي الله امتنع عن هذه العادة التي لا تليق بك كمؤمن وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نستشف من خلال هذا الحديث أيها الأحبة أن فرقعة الأصابع غير مرغوب بها يعني ليس لدينا نهي وتحريم مؤكد ولكن نستطيع أن نستنبط أن هذه الفرقعة أمر غير مستحب أثناء الصلاة ويمكن إذا أردنا أن نكون حريصين جداً حتى خارج الصلاة الحقيقة أيها الأحبة هذه الدراسة أحببت اليوم أن نتعرف عليها يعني سيدنا ابن عباس لماذا نهى عن فرقعة أو تقطقط الأصابع أثناء الصلاة جامعة ستانفورد الأمريكية في دراسة أجرتها عام 2018 تقول عندما تقوم بطقطقة أصابعك فإن حركة المفاصل تشكل ما يشبه الفقاعات الصغيرة فقاعات صغيرة جداً ميكروية هذه الفقاعات تنفجر مولدة صوت الطقطقة الذي نسمعه ولكن في الداخل تحدث انفجارات يعني سبحان الله على المستوى الميكروي المصغر يعني لو نظرنا بالمجهر الإلكتروني ماذا يحدث أثناء تقطقط الأصابع تجد أن الذي يحدث هو انفجارات فقاعات تنفجر بشدة ولكن نحن لا نميز نسمع فقط هذا الصوت طبعاً هذا الأمر رصدوه بجهاز المسح برانيل المغناطيسي MRI ولكن هذا الانفجار للفقاعات يؤدي مع الزمن لظاهرة تسمى التكهف أو النخر ظاهرة التكهف معروفة جيداً لدى علماء ميكانيك السوائل فأنت عندما يكون لديك فقاعة أو مجموعة فقاعات ضمن تيار مائي في أنبوب مثلاً وتنفجر هذه الفقاعات فإنها تحدث أثر مدمر في جدران هذا الأنبوب على سبيل المثال يمكن أن يحدث كسر أو تمزق مع الزمن بسبب ظاهرة التكهف فهذا التكهف أين يضرب هنا؟ يضرب المفاصل أيها الأحبة مفاصل الموجودة بين العظام هذه المفاصل طبعاً يقولون هناك أجزاء من الفقاعات يعني تنفجر وتحدث نغراً صغيراً في المفصل مع مرور الزمن قد يتشوه شكل المفصل مما يؤدي لحدوث آلام قد تنتهي بالتهاب المفاصل ومشاكل أخرى في العظام طبعاً يختلف أثر هذه الظاهرة من شخص لآخر الآن أيها الأحبة يعني والله الإنسان يحتار عندما يطلع على هذه الدراسات العلمية ويطلع على ديننا الحنيف يعني نحن أيها الأحبة لماذا ندعو إلى التمسك بتعاليم الإسلام كطريق للسعادة كطريق للحياة المطمئنة لماذا؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بلا استثناء كلها فيها الخير فيها الفائدة بل إنها تتفق مع الدراسات العلمية كل نهي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان صغيراً أو كبيراً نجد أن العلماء يكتشفون أسراره اليوم وهذا الأمر عندما يعني أنا كمسلم عندما أقرأ مثل هذا البحث العلمي الصادر عن جامعة ستانفورد وهي جامعة شهيرة ولها مصداقية علمية وأقرأ أن بعض العلماء ينبهون لي بعض أو شيء من مخاطر فرقعت أو تقطقت الأصابع وعندما أعود إلى علمائنا والصحابة رضوان الله عليهم وأجد أن هذه الدراسة العلمية أو هذا توجيه العلم الذي يقوله علماء جامعة ستانفورد ورد على لسان أحد الصحابة الكبار سيدورة ابن عباس وورد في موضع الصلاة يعني في موضع عالي جداً أنت في الصلاة تكون في أقرب شيء من الله سبحانه وتعالى وفي أعلى مرتبة أنت فيها في الدنيا أعلى مرتبة هي وأنت تقف حتى يتبين لهم أنه الحق